أكد مدبولي أن الدولة في احتياج هام جدا للسيارات بحكم حجم وعدد السكان وبتالي فإن هدف الحكومة يتمثل في تشجيع الصناعة الوطنية وأعطاء حوافز للصناعة الوطنية منوها بأن الدولة تقوم بإدخال كل مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة وهو من ضمن أولوياتها وقال إن الحكومة تحاول إيجاد رؤية متكاملة مع مصنع السيارات لتشجيع الصناعة الوطنية لزيادة عدد السيارات التي يتم إنتاجها داخل مصر الرالي ده وعدد السيارات اللي شفناها كلها سيارات كهرباء ومن اختراع وإنتاج الشباب المصري شيء يفرح ويعطي الأمل لنا إن هناك أجيال كبيرة جدا لأن مصر الحقيقة إذا كانت بتتميز بشيء هي الثروة البشرية وإن طول ما بنشوف أن الثروة البشرية دي بيتم تدريبها وتعلمها وتأهلها بيبقى إنتاجها كبير جدا وبالتالي إحنا كدولة حرصين كل الحرص على دعم وتبني كل المبادرات اللي من شأنها إنها تدي لهؤلاء الشباب المساحة لأن هم يخترعوا ويزيدوا من إنتاجاتهم ومساهمتهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد المصري